مرحبا اليوم بدعم الأنوية طريقة جدا سهلة وسريعة لدينا كوب حليب ملعة من طعم نشا 100 جرام شوكولة بيضة وعنا كندر لنبدأ الطريقة مع بعض بسم الله بحط الحليب بالطنجرة بحط النشا بحركم على الغاز ليشتاد المزيج بحط الشوكولة البيضة بحط الشوكولة البيضة بحرق تحريك مستمر ليدو بالشوكولة بعد ذلك نضيف الشوكولة نضيفها بقلب الصينية نضيفها بقلب الصينية نضيفها بقلب الصينية نضيفها بقلب الصينية لدينا كوب حليب ملعتين طعم مليانين نشا وعنا كندر نضيف الحليب والنشا بالطنجرة نضيف المزيج بحركم على الغاز ليشتاد المزيج بحط الشوكولة البيضة فوق المزيج في هيدا الشكل كمان بحركم ليدوب الكندر حطيت فوق المزيج سبع حبات من الكندر بس عطني هيدا اللون هلا بحطه على الطبقة البيضة اكيد بمدر نفس المستوى هلا بحطه على جناب لتبرد بحرارة الغرفة بعد ما بردت الحلو بحرارة الغرفة حتي ايطا بالبرد اقل لشي نص ساعة وهلا منام زينا بالكندر لنشوف مع بعض كيف طلعت اكيد حلو كتير سهله واخدت حوالي اقل من 10 دقايق بالتحضير بحبوها اكيد الكبار وصغار هيدا الشكل النهائي هيدا الشكل النهائي هيدا حلو الكندر اللي عملته انا وياكن بتمنى ايانا بيحضر الفيديو ايا بعد تعليق اذا عجبته الطريقة وان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي باي باي اشتركوا في القناة